بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي المشاهدين اهلا بكم الحلقة دي مهمة جدا وهنتكلم فيها عن الام اسفل الظهر اللي تقريبا معظم الناس بيعانوا من المشكلة دي ومحدش لالها حل جازري فعندنا بحث مهم جدا اتعامل على يعني 250 الف انسان و 12 في كبرى المجلات العالمية British Medical Journal اه اه وده بيشوف انه طريقة او علاج من كل العلاجات اللي موجودة في الدنيا دي غير الجراحة غير الجراحات والحاجات دي لعلاج اه الام الظهر دي ويكون فعال فحوالي اه يعني لقوا حاجة غريبة لقوا ان من كل عشر طرق بتستخدم في طريقة واحدة بس اللي بيثبت فعاليتها يعني واحد من عشر طرق فازا كنت انت بتستخدم طريقة تقول مسندهان حزام ضهر بستخدم مسكن بلعب تمرين معينة بعمل علاج طبيعي معين بتاع هنشوف بقى ايه الطرق اللي اه لقوها بالابحاث هي اللي بتجيب نتيجة ومش نتيجة نهائية يعني مش شفاء تام هو اه الام الظهر دي لقوها بتروح وبترجع وهي عرض مش مرض يعني ما لهاش سبب مش تلاقيين في تسعين في المية من الحالات ما لهاش سبب ولما بيلقوا لها سبب ديسك مسلا او بتاع بيروح يعملوا ايه جراحة او بيروح يعملوا بتتحلل مشكلة لكن اللي ما بيلهاش سبب دي حوالي تمانين تسعين في المية من الحالات عما اللي بتروحوا وبتيجي والمريض بيعود ايه يعالج نفسه بحالة فاحنا في الحلقة دي هنقول ايه هي الطرق اللي لقوا لها نتيجة وايه هي الطرق اللي ما لهاش نتيجة كويسة فيه العلاجات والحكاة والقصة دي كلها قصة البحث بتفصيل اه وبسرة فالبحث لقى ان عدد التجارب اللي اللي تعاملت حوالي تلتمية وواحد تجربة سريرية على المرض ماتين وخمسين الف مريض يا سيدي واستخدمة فيها ستة وخمسين نوع من انواع العلاجات طرق العلاق الدوائية وغير الدوائية وان واحدة طريقة واحدة من كل عشر طرق دي اسبتت فعليتها طيب بس الاول عايزين نفرق بين النوعين من آآ 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 فلاقوا ان مضادات الالتهاب في الالم الحد اللي هو حصل له لسه حاصل الالم الظهر عنده ما فاتش عليه تلات تشهر لاقوا ان اللي بيجيب نتيجة كويسة يعني معقولة متوسطة ما فيش نتيجة نهائية لاقوا ان البيبروفين مادة البيبروفين او البروفين او الاسبرين كمسكنات كمضادات الالتهابات البروفين ودي حاجات رخيصة او متوفرة في الاجزاخنات من غيره شت من غير منتاش محتاج اي فيزيتة عشان ايه طبية انك انت عشان تجيبه ايبيبروفين تمام في منه تركيز ربعمية وفيه ستمية اه والمريض مفروض ياخد اه اقصى جرعة له اه الف وثمانية ميلي جرام تمام يعني حوالي تلات اقراس من الستمية طبعا عيوب الايبيبروفين معروفة هو الاسبرين انه هو اه ما ينفعش الواحد عنده قرحة معدة بيعمل حرقان في المعدة على المدى الطويل اوي ممكن يؤثر على الكلة اللي هو تأثيرات اه يعني محذيره معروفة مضادات الالتهابات نفس الشيء مع الاسبرين بس الاسبرين اكتر كمان فيه عملية انه هو بيزود سيولة الدم فاااا كويس للناس اللي عندها يعني مشكلة في السيولة ومش كويس للناس اللي بتاخد دواء سيولة دول اسباته نتائج متوسط الفاعلية طب ايه بقى اللي بيكتبوه الدكاترة للناس في الام الظهر الحادة ديت وشائع جدا وبيجيبش نتيجة قال لك البرس تامول دايما يدوه البرس تامول كتير بنادول والحاجات دي عارفينه حقن الكورتزون استرويد كورتزون يدوله حقن يقول لك هنحقنك حقنة في الظهر او مقصن حقن عضل كورتزون يدخلوا معهم على تمارين التمارين الرياضية ما بتنفعش مع الام الظهر الحاد خد بالك عشان هنتكلم عن المزمن كمان شوية الام الظهر الحاد ما تجيش تقول لي هروح عمل تمارين الرياضية عشان ايه اه يروح دي حاجات غير فعالة برس تامول حقن الكورتزون سواء في الظهر او سواء عضل اه يعني موضعية او سواء عضل غير فعالة على المدى القصير فطبعا كده يبقى احنا عندنا الفعال هم بس شوية البروفين واسبرين ومعاه اه والحاجات التانية دي كل الحاجات التانية غير فعالة ما تجيش تقول لي بقى حزام ظهره ومش عارف ايه والكلام ده نيجي بقى لقلم الظهر المزمن اللي معظم الناس بتعاني منه بيروح وبييجي وبيخش ويعني وعلاجات كتير بيعمل ايه بقى اللي ينفع معاه كويس وايه اللي انت عملته وما كانش بينفع اول حاجة العلاج بالتمرين المشي والعلاج بالتمرين ده بيدي فايدة مع الالم المزمن فايدة متوسطة طيب تاني حاجة المعالجة اليدوية للعمود الفاقري تروح عند واحد ويقعد يعدل لك ويعوجلك ويعمل لك تمر علاج طبيعي يعني تمام علاج طبيعي كده العمود الفاقري يعتني لك العمود ويعدل ويدق ويخبط ويخبط ويفصص العدلات بتاع الفاقرات من بعضها برضو كويسة وبتدي نتيجة كويسة بسيط يعني تأثير مفيد لكن ليس طبعا شافي فاذا العلاج بالتمرين معالجة العمود الفاقري اه في حاجة بقى اسمها استخدام اشريطة لاصقة او التابنج التابنج اشريطة لاصقة اه دي مش مش لازقات الظهر اللي احنا بنستمنى فيه شريط لاصق كده بيتحط على الظهر عشان يدف العضلات وعشان يبسط العضلات ويخليها تبدأ ايه تفك وتسكن الالم بتاعها برضو في بعض الحالات بيجيب نتيجة ادوية اللي بيسموها مضادات الاكتئاب الدولوكسيبرين اللي هو السمبلتا او ادوية كابسولات معروفة بتبقى اه تلاتين ملي جرام وستين ملي جرام بتتاخد مرة في اليوم دي مفيدة جدا لمعظم الام الظهر المزمنة كل ده كاترة العمود الفاقري بيكتبوها اللي هو الدولوكسيتين او الدولوكسيبرين او السمبلتا او له اسامي كتيرة يعني له اسامي كتيرة وكل بلد الاسم بس الاسم الاساسي بتاع الدولة بتاعته المنشئة له السمبلتا المادة الفاعلة دولوكسيتين فده اه بيحسن الحالة النفسية كمان وبيسكن الالم لان هو بيوقف التوصيل الالم من تحت من العمود الفاقري للمخ فيخلي المخ مايحسش بالالم اه مسكن وطبعا الالم نفسه الالم ثبت علميا بيحس كتيرة جدا ان الالم والوجع بيجيب اكتئاب اي الالم مزمن عندك يجيلك منه اكتئاب على طول وتصاب بحل نفسية اكتئابية فده بيمنع الحكاية دي مضد الاكتئاب بيعمل الحكتين يمنع الالم يوقفه خليش مخاك يحس بيه يمنع الاكتئاب اللي بيسببه الالم فده كده حاجة مفيدة الكريمات الحارة الدهانات بقى الموف بتحطه على الظهر بيسخن الظهر اه في دول بتبقى حطا فيه مادة الفاعلة بتاع الشطة الكابسايسين مادة الشطة دي بتخش تسخن وتهيج وتدفي اه معروف او الكريمات اللي بتسخن دي بتدهنها على ظهرك وتحط زي حاجة بلاستيك كده او كيس بلاستيك تعزل وتنام على ظهرك تقوم ظهرك يسخن ويدفع وتجيب تأثير معقول تمام فكل واحد من دول مش مية في المية فعال بس ممكن نجمع بين اتنين او تلاتة من دول يعني ممكن ناخد دول اكتئاب كعلاج ممكن نروح نعمل المعالجة يدوية نعمل تمرين اه ابسط تمرين تمارين المشي لازم نمشي نمشي عشان العضلات الظهر دي اضعف عضلات نقويها تمام ونعمل كريمات يبقى ايه اه اه دي الحاجات دي اه كلها على بعضها ممكن تيدي تأثير كويس افضل من لشيء واموما قالم الظهر بيروح وممكن بعد فترة يرجع يعني مسلا تيجي نفسك اه تعاليكت وجوية كويس كده تلاقي مسلا الشتا اللي بعده شوية برد جولك اه اه راجع تاني بقى لما الظهر ايه بقى الحاجات اللي الناس بتعملها ومشهورة قوي وبتاخدها وتقول لك مفيش نتيجة اول حاجة عندنا اه يروحوا ياخدوا مضاد دحاوي مضاد دحاوي ايه علاقة المضاد دحاوي بالظهر حقا مضاد دحاوي او كابسولات مضاد دحاوي مفيش ما يجيب كيبش ما ده لو عنده دم وانت عندك دمل او 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 التهاب بكتيري مخدرات موضعية يجيب كلمات او حتى يحنو حقا بنج موضعية بسمي احنا بالمصري بنج موضعية مخدر موضعية ما تعاليش علاقة خالص القلم ده من النوع ده مش هيحتاج بنج موضعية مش هيجيب معا نتيجة وانتك بس بتجيب اعراج جنبية لنفسك فاجهزة حاجة اسمها التحفيز الكهربائي تروح ده اه تنشيط كهربائية كده اجهزة معينة بيعملوها علشان يقللوا الالم علاج بالصنار موجات فوق الصوتية يقول لك هنعمل لك موجات فوق صوتية على العمود الفقري طب احنا اقال لك لا ما بتجيبش نتيجة او ضعيفة جدا وغير مؤكدة النتيجة بتاعتها حجامة جافة الحجامة الجافة عارفين احنا طبعا الايه الحجامة الجافة والحجامة اللي هي فيها تشريط واحد يقول لك روح اعمل حجامة جافة على الظهر علشان تريح العمود الفقري لقوا انها ما بتجيبش نتيجة اه كويسة في الحكاية دي في ناس بتستخدم انواع مسكنات بس هي مش موجودة عندنا في مصر او محزورة يعني جاية من القنب اللي هو من الحشيش حاجة اسمها تيتراهايدر وكانابينول وكانابيديول مركبات يعني اصلها جاي من الاستخلص من الحشيش عشان بتسكن تسكن الالام دي وهي الحمد لله عندنا داخل جداول مخدرات وما حدش يقدر يستخدمها للغرض ده احزمة الظهر حزام الظهر والدعمات بتاعتها الظهر دي في المزمن ما بتجيبش نتيجة كويس فانت تربط على حزام الظهر وفيه ده الماشي بحزام الظهر وفيه بقى ما تلاقيش تأثير يعني ضعيف خالص او تأثير حزام الظهر ملوش تأثير اه احزاء او 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 نعال طبية يقول لك انا بلبس اه حزاء طبي علشان عندي مشكلة في العمود الفقري كل ده برضو لو نتائجه ضعيفة او ايه او مفيش اه يعني نتائج اه اه كويسة له حاجة بقى علاجات سلبية زي الشد والموجات القصيرة والطيرات المتداخلة اي حاجة زي كده تسمع عنها كل ده اه ما تعملوش ماشي يخليك في الحاجات اللي جايبة نتيجة الحاجات اللي هي شغالة كويس زي ايه يعمل تمارين ماشي روح عنده واحد بتاع عليك طبيعي دكتور عليك طبيعي او الدكتور اللي بتاعك يبعتك الواحد عليك طبيعي يعمل لك اه تمرين معينة خاصة بيه موضوع العمود الفقري اه بتستخدم الادوية بيكتبها لك الدكتور كريمات الحارة اللي بتسخن فيها مادة الكابسايسين هم دول بس اللي له ايه جايبين نتيجة اه وعاوزك اعرفك يعني ان الالم ده زي ملتلك بيروح وبييجي وكلنا بنعاني منه انا واحد اهو عندي مشكلة فيه بقى لي خمسة وعشرين تلاتين سنة ماشي ايه كتير من سنين طويلة ويروح ويجي ويروح ويجي وهكذا يعني وجربت حاجات كتير من اللي مكتوبة دي اه حاجات كتير وفق وكنت فاجأ انها نتيجتها ايه ما ضعيفة فعلها الاو مش جايبة نتيجة معاية وما كنناش بنعرف ليه لغات ما جات البحث الكبير ده وضح بقى ايه اللي نافع وايه اللي غير نافع فيه بقى اه يعني ده كترة بتستغل الامور دي شوي وتبعت العينين تعمل اشعة كتير يعني وتشخصات كتير بدون داعي فالبحث لا ان فيه اساقة استخدام لاشعة الرنين المغناطيسي ودي اشعة انتوا عارفين انها غالية ومكلفة والتصوير المقطعي اشعة المقطعية كل ده ما بيبقاش ضروري وفعلا انا يعني اتعرضت الحاجات كده كتير عملت رانير واعمل اشعة مقطعية ويقول لك مفيش حاجة مش لقيين اي حاجة وهو بيطلع في الاخر مفيش حاجة ما بتنفعش بقى الحكاية دي الا ما الدكتور يشك يعني لقدر الله ان فيه فعلا عدوى اه فيه اه سرطان اه فيه تلف في الجهاز العصبية فيه غضروف في حاجة بيبقى عنده شك ان ايه ان دي مش واجع ضهر عادي يروح يعمل اشعة تمام اه انه مثلا فيه ده كترة بقى اكتر حاجة صعبة او ان يطلب من العيان ان يعمله ان يعمل جراحة يعني يطلب ان يعمل لك عملية عشان واجع الضهر ده طالما الاشعة مش جايبة ان فيه فقرة رجبة على فقرة فيه في العمود الفقرية فيه اورام فيه فيه مشكلة جبيرة هتعمل جراحة على ايه الوجع ده غير غير معروف السبب هتشيل ايه ولا هتفتح ايه ولا هتعمل ايه فهو ده اه الجراحات يعني ما غير مطلوبة الحكاية دي خالص اه بيقول لك انها لقوها بس اه يعني بتبقى مطلوبة في حالة اسمها متلازمة زيل الفرس دي اللي بتطلب فيها الايه بتبقى جراحة نفعة فيها لكن الحاجات دي اه الاشعة دي والحاجات دي والعلاجات والحاجات دي بتبقى ملحاش ايه ملحاش اه يعني نتيجة اه بتجنب الراحة التامة ملحاش بقى تقول ده انا هنام على ظهر عشان راضي اللي بقى مستريح لقى بالعكس النشاط والحركة هم دول اللي بي ايه اللي بي اه بيبجعوك الحزين لكن بيحسنوا القلم ده على المدى البعيد. اه كما دات تجيب حاجة سخنة اه تلزق لزق الظهر اه تدهن الكريم تعمل تمارين خفيفة اه يعني تبعد عن التوتر والقلق تروح تعمل علاج طبيعي على الظهر اه والادوية طبعا ازا لازم الامر الادوية اللي احنا قلنا عليها اللي هي اهمها مضادات اللي بتعين ودي بتحسن الحالة النفسية بتاعت الايه الانسان بالمرة. فاحنا زي بنقول كده موضوع علم الظهر اه ازا ما كانش في مشكلة كبيرة وراه عملنا اشعة مرة ولا حاجة ولا انا مفيش مشكلة اعرف انك بقى على المدى المزمن لما يجيلك تاني هو الموضوع ده مش خطير هيجي وهيروح العلاجات هتجيب نتيجة وتتحسن شوية وترجع تاني مع اي تعرض لاي بارد ولا اي حاجة ولا بتاع وتفضل عايش مع الموضوع ده ومتعايش معاه اه الى ان يشاء الله قدرا كان مفهول. فده اللي عندنا النهاردة وآآ يعني ارجو ان نكون الحالة دي استفدتوا فيها واذا استفدت منها ارجو انك انت تعمل لايك وانك انت تشترك في القناة علشان عندنا ابحاث كتيرة جدا لمواضيع كتيرة قوي مهمة للانسان وآآ يعني ننتظر ان احنا نلاقي وقت ان احنا نشرح. ده اللي عندنا وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.